بسم الله الرحمن الرحيم صبايا الأول ثنوي أدبي اليوم الفيديو إن شاء الله بس عشان نحدد الأشياء اللي بدنا إياها من هاي الوحدة الوحدة الثالثة أسلوب الشرط هلأ هاي الوحدة رح نكون فيها أشياء معينة احنا بدنا إياها أهم إشي يا ميس أنك أنت أول إشي تميزي جملة الشرط من غيرها يعني أنه في أسلوب نفي في أسلوب استفهام إلى آخره من الأساليب الأخرى أنك تميزي وين الجملة اللي بتحتوي على أسلوب الشرط إذن أول شغلة بدي تكوني فاهمة شو يعني شرط أصلا لهو مفهوم الشرط بشكل عام وتميزي جملة الشرط يعني أنتي المفروض منك تدريب رقم واحد تكوني من تقنيته ميز أسلوب الشرط فيما يأتي يعني وين في أسلوب شرط وين الجملة اللي ما فيها أسلوب شرط هاي بالنسبة لأول لقطة أنا بدي إياها من هاي الوحدة تاني شغلة بدي إياها من هاي الوحدة اللي هي الشرط بينقسم لجازم وغير جازم هلا أسلوب الشرط الجازم فيه إلو أدوات أدوات الشرط ودلالتها أول إشي لأدوات الشرط الجازمة أدوات الشرط الجازمة إحنا أخذناهم بالفيديوهات السابقة بس بنرد نركز عليهم هسا إحنا اتفقنا أنه في عنا إن أول وحدة إن وهو حرف الشرط الجازم الوحيد بنبلش بالأدوات اللي هي الأسماء عفواً أنه أنا عندي الأداء مقسومة لحرف لحروف وأسماء حرف الشرط الجازم إن هلا أسماء الشرط الجازمة بنبدأ بمتى نبدأ بمتى وفيه كمان عندنا طبعاً هاي هم موجودين عندنا هنا فيه عندنا ما هاي هم من وما ومهما وأينما وأيان وحيثما وكيفما وأي بالضيفة لهدول كلياتهم كمان متى متى هلا هدول كلهم الرابط بينهم منهم أسماء شرط جازمة أسماء شرط جازمة هلا مين حرف الشرط الجازمة الوحيد إن هلا إن ما إلو معنى أنا بهمني جداً بهمني جداً تكوني عارفة دلالات أسماء الشرط دلالاتها يعني إيش المعاني اللي بتحملها زي ما اتفقت معاكم من للعاقل للعاقل هلا ما ومهما لغير العاقل ركزي معاي بهذه الأشياء اللي بدي إياها هلا في عندك أينما في عندك أينما وحيثما هلا خليكي معاي هلا أينما وحيثما أينما وحيثما دلالتها للمكان صفة عندي متى وأيان هيد نزلت أيان عندها عشان تزبط معاكي وهون للزمان هذا الإشي لازم تركزي عليه متى وأيان للزمان وأينما وحيثما للمكان تمام؟ هلا بيضل عندي كيفما كيفما اتفقتنا مع بعض إنها للحال وأي هاي مهم جدا تعرفي أنها تأخذ الدلالات جميعها يعني ممكن تكون للعاقل وغير العاقل والزمان والمكان حسب الكلمة اللي بتيجي بعدها فإذا كانت مثلا كلمة أي بعدها كلمة تدل على العاقل زي كلمة أي إنسان طبعا هي تلازم الإضافة يعني وراها دايما مضاف إليه طلعي كلمة إنسان دلت على عاقل فدلالة أي هون للعاقل يعني هي بتأخذ كل الدلالات طيب خليني أكتب إيش تاني وراها أي مثلا بلد لا بلد مكان لشن نخربط هلا أي مثلا كتاب تمام؟ هلا كلمة كتاب شو دلالة العامة لكلمة كتاب؟ غير عاقل معناته أي بدها تكون لغير العاقل تعالي مثلا حطي ورا كلمة أي كلمة مثلا مثلا مكان أو بلد أو مدرسة كلها دلالاتها هاي للمكان كلمة المكان مثل أي مكان أي بلد تمام؟ كلها بتدل على المكان فمعناته أي هون تدل على المكان طب إذا ضفت وراها كلمة بتدل على الزمان زي كلمة مثلا أي وقت أي زمان تمام؟ شو دلالتها هون؟ بتدل على الزمان معناته أي هون دلالتها على الزمان معنا ذلك إنه كلمة أي هي اسم شرط جازم تأخذ الدلالة حسب الكلمة التي تليها فإذا كان ما بعدها دل على عاقل فهي تكون معناها أنها للعاقل وإذا ما بعدها غير عاقل فهي لغير العاقل وإذا تلاها ما يدل على المكان أو الزمان فهي إما أن تدل على المكان أو الزمان طبعا وما تنسوا موضوع أنه تتحقق الشرط الموجود عندي مثلا هنا أي إنسان يجتهد يتقدم هلأ النتيجة التقدم بس لازم كيف يعمل؟ يجتهد معناته في عندي فعل شرط وفي عندي جواب شرط بالأداة بأداة الشرط أو اسم الشرط الجازم أيه هلأ وراها كل ما بتدل على عاقل معناته هنا دلالتها بهمني الدلالة دلالتها للعاقل تمام؟ لأنه أنا بدي أنبه لشغلة كلمة أي قد تأتي استفهامية مثلا أي بلد زرت يعني أنا بسأله فأيا بديك تنتبهي أنه أصلا يكون الأسلوب إيش؟ شرط يعني في عندي فعل شرط وبيكون في عندي جواب شرط تمام؟ إذن إحنا انتهينا من الموضوع أنه دلالة الأدوات أنا بديها إذن أدوات الشرط الجازمة ودلالتها أنا بدي هذا الموضوع أنه دلالتها حسب للعاقل غير العاقل للزمان للمكان ولا تنسوا موضوع أي تمام؟ ممتاز هلأ ننتقل لشغلة تانية هلأ هذا اتفقنا أنه بديك تجاوبيه لأنك تحضر الفيديو بيّن دلالة أدوات الشرط كله هذا سهل هلأ أدوات الشرط غير الجازمة بعتلكم فيديو عنها بس بدي تنتبهي لشغلة أنه أنا بهمني جدا تعرفي دلالتها بهمني جدا تعرفي دلالتها فأنا عندي أصلا أدوات الشرط غير الجازمة مقسومة لقسمين ممكن تكون حروف وممكن تكون إيش أسماء هلأ حروف الشرط غير الجازمة لو لو لا لو ما اللي حضرت الفيديو أكيد انتبهت لو لو لا ولو ما طب ما هي أسماء الشرط غير الجازمة إذا وكل ما نحفظهم بهاي الطريقة إنه منها حروف ومنها أسماء لما أجي أنا لكلمة حروف يعني هو بالأخير ما إلوش محل من الإعراب مع العلم إنه إحنا مش طالبين منكم تعرفوني الأدوات إحنا مش طالبين إعراب الأدوات الإعراب فقط لفعل الشرط وجوابه في حالة المضارع بس فقط في حالة المضارع هذا الإعراب المطلوب منكم تمام لو لو لا لو ما حروف وإذا وكل ما أسماء تمام لا في شغلة بدنا إياها منكم إذا لما نتحدث عنها إذا لما نتحدث عنها لازم تعرفي دلالتها لما يستقبل من الزمان أصلاً هي ظرفية إذن هي ظرف لما يستقبل من الزمان يعني أنا فهمك يا هكيف إذا درست نجحت هلأ هو بالمستقبل لسه ما نجح هو رح ينجح إذا درس إذن هنا للمستقبل إذا مثلاً حصلت على علامة كاملة مثلاً أكافئك هلأ أنت لسه ما حصلت على العلامة الكاملة فأنا لسه ما كافأتك هو شيء يتعلق حدوثه في المستقبل إذن هي ظرف لما يستقبل هلأ هاي مهم بدي ياكي تعرفي أنه ظرف لما يستقبل من الزمان هلأ هي اسم شرط آخر تمام يفيد التكرار يفيد التكرار هلأ أنا نبحتك بالفيديو السابق قلت لكم هو معناته هو بمعناه يفيد التكرار فلا يجوز تكراره في لفظه يفيد التكرار ولا يجوز تكرار كتابته ما بصير أكرره في الجملة مرتين خذيلك هالجملة معي لو عفوا مش لو كلما كلما اتحدى العرب زادت قوتهم هلأ كلما هو اسم شرط غير جازم يفيد التكرار هاي بدي أحفظك إياها هلأ لا يجوز أني أكررها مرتين يعني هي بتعطي معنى التكرار فأنا ما بكرر كتابتها يعني ما بصير أحكي كلما اتحدى العرب كلما زادت قوتهم هذا إشي خطأ ما بصير أكرر كتابتها هاي بدي إياكم تعرفوها وهي فيهون مثال كلما ساد القانون بين الناس انتشر الأمن والأمان في المجتمع لاحظي أنه كلما هي أصلا أفادت التكرار فلا نكررها فلا نقوم بكتابتها مرتين طبعا ما تنسي إنه لو ولو لا ولو ما هدول ثلاث حروف شرط غير جازمة هلأ لو حكينا هي امتناع الامتناع هي امتناع الجواب لامتناع الشرط لو تدرب الفريق جيدا لحقق الفوز هلأ هو لم يحقق الفوز لأنه لم يتدرب إذن امتنع الجواب لأن الشرط نفسه ممتنع أو لم يحدث هاي لو تفيد امتناع لامتناع بينما لولا ولو ما هم تنتين نفس الإشي يعني نفس يعني اللي بنطبق على لولا بنطبق على لو ما فهم امتناع لوجود خلينا نشوف كيف لولا الأمن لانتشرت الجرائم وعما الفساد هل انتشرت الجرائم وعما الفساد لا إذن امتنع حدوث الجواب الجواب طب لما امتنع حدوث الجواب هون ليش بسبب وجود فعل الشرط بسبب وجود الشرط إنه أنا ما انتشرت الجرائم بسبب وجود الأمن أنا ما ساد التكبر بسبب وجود التواضع بس حكينا شغلة لما نيجي على صعيد التحديد حدد عناصر الشرط أنا ما بدياكم تعرفوا هون بس بدنا نحدد عناصر الشرط لو ولولا ولو ما وحتى كل ما وإذا هي أدوات ما نسميها أداء يا اسم يا حرف إذن هنا لو ولولا ولو ما هي أدوات الشرط وين فعل الشرط هلأ بلو تحديد فعل الشرط سهل بيكون الفعل اللي وراها عادي مباشرة هاي فعل الشرط وجواب الشرط دائما فيه لام فهاي دلالة مفتاح حل فهون إحنا عندي هاي اللام واقعة في جواب الشرط وجوبا وجوبا يعني إشي خاص في لو ولولا ولو ما هذول الثلاث لازم الجواب يجي معاهم اللام يعني هو زي بيساعدك بالحل أنك تستخرج جواب الشرط حلو تحديد عناصر الشرط بلاو كتير سهل لو هي الأداة تدرب فعل الشرط ولحققا جواب الشرط هلأ لولا ولو ما تحديد فعل الشرط بده منك شوية انتباه دائما بيجي ورا لولا ولو ما بيجي وراهم إيش اسم مرفوع هذا الاسم المرفوع بيكون مبتدأ هو اسمه يعني التواضع والأمن مبتدأ تمام لخبر محذوف بنقدره موجود يعني دائما وأبدا يعني كأني بحكي لك لو لا ولو ما فعل الشرط لإلها جملة اسمية ميس هذا إشي خاص فيها ما في ولا أداة بتشبهها فعل الشرط هون جملة اسمية طب كيف جملة اسمية وأنا عندي بس كلمة ماشي الحال هلأ هاي كلمة مبتدأ وانتي بتقدري الخبر اللي هي موجودة وبتصفي عندك جملة كاملة مثلا هون الجملة الأمن موجود وهون الجملة التواضع التواضع موجود هلأ هاي صفة جملة كاملة هلأ هاي الجملة يا ميس في هدول التنتين هي فعل الشرط هلأ جواب الشرط سهل جواب الشرط اللي بعد اللام على الطول مش احنا اتفقنا انه فيه لام واقعة في جواب الشرط إذن هذا جواب الشرط وهون جواب الشرط هاي ملخص لك لو تفيد امتناع لامتناع ولولا تفيد امتناع لوجود هايها وبرضو هاي نفس الاشي امتناع لوجود بين دلالتها ميس غير الجازمة الدلالات هلأ المفروض انك انت تحلي يعني لفهمك للفيديو إذن تدريب رقم ثلاث برضو معاكي بديك تحلي تمام هلأ اقتران جواب الشرط بالفاء هذا الشيء محذوف لانه ما بيفيدك ابدا في مراحلك الجاية فما بدي اوجع راسك فيه انا بهمني يا ميس تتقني موضوع الشرط للتوجيه ما بهمني اكتر عليك الكلام بحيث انك تتعقد من الموضوع هذا لو اشرح لك هذا الكلام هذا تعقيد إذن هاد محذوف اقتران جواب الشرط بالفاء تمام وبتصفي انه صفحة 28 كلياتها محذوفة لانها هي تابعة بسؤالها حتى وبرضو كمان في صفحة 29 لحد 12 كله تدريب اربعة كله محذوف كلياته محذوف ان شاء الله المرات الجاية بالزوم رح نحل مع بعض تدريب رقم ستة ونكمل التدريبات الضايلة تمام يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة